شاركت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة في أعمال الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة والذي أقيم في العاصمة العمانية مصقات سلطنة عمان تستضيف الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي يستعرض خطة واستراتيجيات بنظمة الأمم المتحدة للسياحة والبرامج والمشاريع المزمع إقامتها تواجدنا في هذا الاجتماع المهم يأتي لتضافر الجهود في تنويع المنتج السياحي ليس فقط في مملكة البحرين ولكن في جميع دول الأعضاء ويأتي هذا الاجتماع في ظل التطورات الكثيرة التي شهدتها المنطقة في تنويع ليس فقط المنتجات السياحية ولكن أيضا التعويل على القطاع السياحي في تنويع مصادر الدخل هناك تراكم معرفي وهناك أفهم مشترك فيما يتعلق بكيفية الوصول إلى المستهدفات التي يحويها هذا الإطار الكبير والطموح المنطقة تشهد نمو مبهر في مجالات السياحة على مستوى السلطان هنا ومستوى دول المجلس الجزيرة العربية المنطقة العربية كلها المشارات كلها تشير إلى نمو هذا القطاع منطقة الشرق الأوسط كانت الأسرع نمو قياسا ببقية المناطق الإقليمية والجغرافية الأخرى وبالتالي نريد أن نستثمر وأن نوظف هذا النمو وهذا الصعود من أجل إفادة هذا القطاع يناقش بمثلوات دول الأعظام في هذا الاجتماع الذي تشارك فيه مملكة البحرين بوفد تترأسه سعادة فاطمة الصير في وزيرة السياحة فرص وتحديات الاستثمار السياحي والسياحة المستدامة من أهم الأمور التي عملنا عليها في مملكة البحرين ضمن الخطة الاستراتيجية 2022 إلى 2026 هو تنويع المنتجات السياحية وأيضا العمل على منظومة متكاملة للسياحة مع دول مجلس التعاون وأيضا الدول الأعضاء في اللجنة الإقليمية التابعة للأمم المتحدة للسياحة طبعا عندما نتكلم عن المنتجات السياحية نتكلم عن منتجات سياحية مشتركة ما بين مملكة البحرين والدول الأعضاء وأيضا الترويج المشترك لهذه المنتجات ويستثمر الوفد البحريني هذه المشاركة من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة في تطوير الأنشطة السياحية بما يساهم في فتح السوق البحرينية أمام مختلف الاستثمارات الدولية تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية في مجال السياحة أولويات يركز عليها الاجتماع الخمسون لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لتلفزيون مملكة البحرين أحمد بن بارك الدرمكي سلطنة عمان